السلام عليكم جزء الثاني من المشتريات الشهرية يا مشتريات البقال هندخل على طول على الاجبان انتو عارفين ان انا قلت لكم على الجبنت دي قبل كده حلوة جدا بسبعة جنيه ونص جميلة جدا طعمها الطحفة الشهر ده جبت منها اتنين الواحدة بسبعة جنيه ونص المشتريات دي كلها من الفرجاني الواحدة بسبعة ونص لبن صباحه ده انا مش اول مرة اجربه انا بجيب بخيره بس برضو صباحه ده حلوة جدا هو فيه واحد تاني اسمه اشتا ده بربعة جنيه ونص نص ك كيلو جبت تلاتة وجبت جبنت قبل ولا دي كان عليها عرض عايز اقول لكم ان هي احلى من برزيدون جبتها لكم قبل كده واريتها لكم كتير جدا في المشتريات العلبة دي كلها فيها آآ كام كطع اربعة وعشرين بتراتاشر جنيه ونص بس دي كانت من بين جبت الخلد انا كنت جايب ازازة نوع تاني للبرسيل الجيل اللي انا قلت لكم هعمله ده جاردينيو دي بتلاتة جنيه خمسة وسبعين قرش وكان فيه سل على زيت هلا ده حلوة جدا برضو مش اول مرة اجيبه وكان عامل تلاتةاشر جنيه ونص حلوة جدا اللي قريب من الفرجان يروح يجربه ورحت اللمون او بديل اللمون طبعا لازم اجيبه آآ دي بتمانية جنيه خمسة وسبعين قرش دي برضو كانت من بيم جبت التونة بتاع آآ موردة الزهبية اللي عارفني عارف انها بحب ان انا بحبها هاي جدا الواحدة بتمانية جنيه تحفة والله العظيم نفس طعم سانشاين جميلة جدا الواحدة بتمانية جنيه وجبت كمان سلسة فرجلو انا كنت بجيبه على طول جاردينيو ملقتهاش ما تسألنيش لي ما بحبش هايز بس ما بتقبلهاش مش عارفة ليه دي كانت بستة جنيه ونص جبت كيس الملح ده انا كنت جايبة اتنين واحد للبرسيل الجل وده ده مية خمسة وسبعين قرش كبير هو صغير الضحى طبعا دقيق لازم لازم هتجيبي دقيق لازم يبقى الضحى ده بتسعة جنيه ونص حلوة جدا جدا او تمانية ونص مش متذكرة بس دقيق مضيف جدا طبعا لجميع الاغرار زبدة فيرن الكيلو بخمسة وتلاتين جنيه ونص اه في الفرجاني اه حلوة اوي اوي الزبدة دي ممتازة انا شخصيا بجيبها بس بصراحة عشان برضو ما بقاش بجيب عليكم انا بجيب زبدة بلدي وبخلط لي اتنين على بعض اه متبقى طعمها حلو جدا جدا بتقعد معي برضو فترة طويلة الكيلو بيتكفيني الشهر بالنسبة للخضار جبت بامي التفاين دي مش اول مرة جيبها دي كانت عاملة سبعة جنيه اه من مونتانة تقريبا مش عارفة كانت سبعة او ستة حاجة زي كده بامية وجبت من جيباريكس اه اتنين ملوخية انا باموت في الملوخية بتاعتهم ومصدقت لقيتها الواحدة بسبعة جنيه جبت من البيض اللي هو بتاع الوسامي اللي قلت لكم عنه قبل كده دي علبة كده فيها عشرة جبت تلات علبة علشان انا عايز اعمل حاجات الشهر ده وعندي مناسبة كده فهمحتاجة حاجات بي زيادة شوية بالنسبة للمشروبات بون العطيفي دي حاجة اساسية في بيتي طبعا طبعا كرونا كاكاو ده كان باثناشر ونص ودي كانت بستة جنيه او بخمسة جنيه ونص وجبت ربعين شاي العروسة احنا ما بنشربش شاي لبتون مشربش غير العروسة جبت ربعين الواحد باثناشر جنيه ونص وجبت اليانسون طبعا لازم لازم يكون عندي في البيت ده عامل اه كان عامل مش عارفة كام يا ربي كان عليه عرض مش متذكرة بصراحة هو كام وجبت كيس نسكافيس وغيرنا انا ناوي اعمل لكم كابوتشينو حلو جدا جدا في البيت علشان كده جايبها الكاكاو والقهوة والنسكافيه انا كده جدا بجيب القهوة على طول لازم 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 خلاص زي ما قلتلكم انا عندي مناسبة للشهر ده فمحتاج حاجات من دي كتير فاجبت اه فانيليا وبكين بودر تمام ودهل كانوا بواقي فلوس خميرة انا بجيبها للطارق والله ميحبش استعملها كتير بس بجيبها للطارق بتعمفة يعني لو ما فيش شربة كريم شنطية علشان قلتلكم ان انا عايز اعمل بي عايز اعمل لكم كابوتشينو حلو جدا ومحتاجاه حبيبة قلبي طبعا كنور بموت بموت في شربة كريمت الفطر بتاعتهم دي عاملة 12 جنيه وده عامل 6 جنيه ونص وطبعا الحاجات دي بجنيهات يعني جبتوا رزو المطبخ الرزو دي حلو جدا بتمانية جنيه ممتاز رزو مضيف جدا 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 بتمانية جنيه كيلو انا يقول كيلو مع كيلو بسمتي بيزبطلي الشهر يعني مع المقارنات طبعا الاندومي احنا بنموت فيها حلوة جدا مع اني بحاول ان انا ما جيبهاش لاني باسم مع انها مش حلو بس يعني بنموت فيها بصراح فجبت اربعة اه الاربعة عشرة جنيه بالنسبة الماكروني دي كان عليها عرض اه الواحد باثنين جنيه خمسة واربعين ارش فانا جبت من الرفايع دي عشان احنا بنحطها جبت منها ستة اجاز لان انا كمان عندي عزومة كبيرة لشهر ده فكنت محتاجة حاجات زيادة عندي في البيت وجبت من السن القلم اثنين واخر حاجة هيا دي نسبة جدي بس دي كانت الواحد من دول باثنين جنيه خمسة واربعين ارش فدي كانت كل المشتريات بتاعة الشهر شافتكم على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة